دكتور في البداية كده لو تقدر تقول لنا إيه المقصود بتجميل أسنان والابتسامة؟ المقصود بتجميل أسنان طبعا بشكرك طبعا الانترو الأولانية دي لأنها أصلا هي بترد على السؤال نفسه إن أنا إزاي اهتم بشكل ابتسامتي تجميل أسنان ده عبارة عن مفهوم جديد غير فكر طب الأسنان ما بقى زي زمان إن أنا أروح الدكتور أسنان لا ده أنا عايز أخلع أنا سنتي فيها تسوص عايز أعملها عندي ألم عايز أشوف إيه لأ ما بقاش الكرام ده دلوقتي إحنا بقنا نهتم إزاي اللي ابتسامة تطلع شكلها حل إزاي السن اللي أنت جيت على جهديتي بشكلها حل مش مجرد إن أنا حطيت لك حشو أو عملت لك كراون أو فينيري بخلص لا لازم تأكد إن السنة دي شكلها طلع ناتشرل ماشي مع شكل ابتسامتك ماشي مع بقى السنان هو ده مفهوم تجميل الأسنان إن أنا بستعين بكل حاجة كل التخصصات المتحدة في طب الأسنان عشان في الآخر أطلع بشكل مناسب للسنة وشكل مناسب للابتسامة وهي فعلا يا دكتور أنا بشوف إن الابتسامة بتنور الوش بالضبط حقيقي بتنور الوش بالضبط مصدور ده هي جزء كبير جدا من الشخصية صح فعلا ده أول حاجة العين بتجابها يعني مجرد ما تكلم مع حاجة أول حاجة بتظهر قصادي أو بخلص بالمين هي الابتسامة حقيقي طب دكتور الطفرة اللي حصلت في عالم تجميل الأسنان والوجه والفكين كلمنا عنها شوي آه دلوقتي يعني إحنا الحمد لله فيه تطور هيل جدا التطور بقى بوينتت قوي في التشخيص أول حاجة عندي طرق التشخيص ما بقتش زي زمان إن أنا والله رحت الدكتور أسنان فدكتور أنا عندي ألم آه ببص لا ده تساوس طب هنحشي وحضايك تمشي لأ دلوقتي بقينا طرية التشخيص بقت اختلفت بقى فيه تكنولوجيا عالية بقى فيه سوفت ويرز بقى بنستخدم كمبيوتر بنستخدم أشياء 3D تمام كل دوت عشان نبتدي زي كده يعني مثلا سوفت وير بتتعرض علي للسنان بالشكل دوت قبل ما حذيك عملك أي حاجة قبل ما لمسك لازم أشوف على الكمبيوتر أنا قدام لو عملت لك الديزاين دوت هتبقى النتيجة إيه هتبقى نتيجة حالتك إيه هيبقى طريقة العلاج بتاعتي صح ولا لأ زي مثلا الحالة دي جاتلنا مثلا على الشمال ده اللي هي قبل ما نشتغل عشان نوصل للأفتر دوت صعب ان احنا نوصل لكده غير لما نشخصها كاملا نشوف الوش نشوف لون العنين نشوف لون البشرة نشوف لون الشعر نشوف الخدود السكين عندها لونه إيه ده كمان إيه يا دكتر ده بالضبط زي هنا برضو هو ده زي مقنة التجميل هو يعني أكتر من حاجة بنستخدمها عشان نوصل ومتهيالي العلم في طب الأسنان سهل عليك وقوي كمان يا دكتر جدا ما هو ده التطور يعني ده التطور يعني مخلي فعلا ان انت ممكن توصل لنتائج غير طبعية بالضبط ما بقنات زي زماني اللي هو ان احنا بنتعامل معها بوص ده يعني آه زي حالة زي دي برضو دي عاملت ايه ولا ايه دكتر دي ده يعني بوص يا حاليك مثلا دي حالات اللي أنا بحبها لازم نعرف سنها كام وعايزة توصل لإيه مش معنى انها دخلت عندي هتطلع في النحل يمين زي ما احنا شايفين كده بسرعة لا لا طبعا بنصور بنصور أشياء 3D وبنصور وبناخد صور قبل ما نشتغل ونلمسها على الكمبيوتر عشان نشوف نتوقع النتيجة النهاية دي قبل ما نلمسها وليم الشخص واحد ومش بس كده يا دكتر نتيجة طبيعية بالضبط مش انت ممكن ترسل لأسنان وتطلع شكلها غريب في الآخر هو ده اللي أنا عايزة أوصل للك ان دلوقتي هو ده الطب أو التجميل الأسنان ان انا عايزة البيشانت أو العميل لما يمشي من عندي بقى طبيعي يعني انا مش عامة حاجة اه انا شكل أسناني حلو بتسمتي حلوة بدون أي تدخلات يعني وده حصل ايه هنا يا دكتر هنا حالة زي الحالة من الحالات دي مثلا دي زي ما احنا شايفانا في الناحة الشمال كانت صعب اني عندها حاجة وعشرين سنة ومعنداش أسنان دايما ابتدينا هنا زي ما قلنا التخصصات كلها دخلات الجراحة التقويم ده زراحة كل حاجة بس ده حالة ايه يا دكتر دي دي حالة وراثية حالة وراثية اتولدت بأسنان مش دايما ومعظم أسنان لبنية بس زي ما حضيك شايفة هو ده طب التجميل ان انا بعالج كل باستخدم كل التخصصات عشان اوصل للنتيجة النهائية اللي شايفانا في نحال طب دكتر احنا سمعنا عن طب استنى يا محمد شوية سمعنا عن استخدام الباطاكس والفيلر في تجميل الأسنان اه زي ما قلنا فيه تطور هائل عندنا دلوقتي في مجال الأسنان بينا نستعين بكل حاجة كل حاجة دي حاجة جديدة عليك جدا هو دي ان انا عايز اوصله حضيك تجميل الابتسامة من ضمن الأمثلة مثلا فيه واحدة مثلا ممكن تيجي تقولي انا ابتسامتي وحشة انا عايز ابتسامتي تبقى حلوة وتبقى عندها مثلا مشكلة ان عندها حاجة اسمها جامي سمايل الشفايف مرفوعة اوي او الشفايف نزلة مغطية السنين حرام علي ان انا عمل لها شغل وتدفع تكلفة وفي الاخر تبتسمو السنين مش باينة فبنضطر نلجأ لحاجات جديدة دلوقتي زي الباطاكس والفيلر ان انا مثلا عايز والله الشفايف مرفوعة فوق جامي سمايل ابتدي احقن باطاكس عشان الشفايف دي تنزل لليفل اللي هو النورمال بتاع السمايل والله شفايفها رفيع ابتدي استخدم معاها الفيلر عشان اديها رسمة شفايف تكون طبعية زي دي ولا دي الجامي غمق الحاجات الجديدة ابتدي نستخدمها زي الليزر دي بتضايق طبعا معظم البنات اللي تبقى اللي سا عندها غمقة نضطر دي ما بقى ناش زي زمان نستخدم جراحة ومشرة لا بالليزر دلوقتي في ربع ساعة تطلع اللي سا معنا بالمنظر ده اللي على ناحال يمين بالليزر اللي يستخدمات تانية برضو يا دكتور دلوقتي بقينا ممكن نعمل نفتح في السنة من غير بينج بالليزر ممكن نعمل عملية جراحية بالليزر ما نحتاجش ان احنا نحط خياطة ما نحتاجش ان احنا نستخدم المشرة تبقى ما فيش نسبة ألم بعد كده بيخف بسرعة الجرح بقينا نستخدمه في علاج المفاصل بتاعة الفك التشنوجيات اللي بتيجي للفك او مشاكل المفصل طب دكتور هل المواضيع طبعا انا لو سناني ملخبطه عندي مشاكل كتير او فيه اكيد مش هخش العيادة واطلع سناني متزبطة بس هل كمان التايم فريم او الوقت بقى اقل من زمان لو انا عندي كومبليكيشنز كتير اكيد هروح وقاجي بس هل بقى اسرع بقى اسرع من قبل كده بكتير ما هو ده اللي هوت حضرية التطوف التشخيص والتكنولوجي اللي بدأت تساعدنا ازاي نوصل لفترة علاج مضمونة وفي نفس الوقت فقط قصير بقى ازاي زمان ان انا اخش دكتوريا سنان اخلع او هعمل حشوة مش لأ لازم اشوف السنة دي بقى دي احترام عن قبل كده ان انا حافظ على تكوينها وان انا اخليها شكلها حل كل ده طبعا معتمد عن التكنولوجي الجديدة طب دكتور ايه كمان في التقويم يعني التقويم اكيد ليه دور قوي جدا قوي جدا جدا فكلمنا برضو عن تقويم السنو ايه الجديد و ايه التطورات اللي حصلت فيه مردينة انا عايزة بصلت الناس موضوع التقويم للأسف شديد فيه مفاهيم كتير او في مباراة التقويم التقويم يعني بشكل مبسط والنافق دي انا عندي صندوق زغير اللي هو ما يمثل الفك وعايزة رص فيه عشر كور مثلا الصندوق مش مكاف في العشر كور دي فمضطر ان انا وسعه عشان ارتب الكور دي بشكل منظم وبشكل شيك ايه دي فكرة التقويم ان انا ابتدي ارتب شكل سنيني ان انا ابتدي اعمل ده ده حالة تقويم زي مثلا حالة زي هنا لو بصنا على الناحة اليمين هنقف شوية يعني في الصورة دي هتشوف السنين كلها مش مترتبة مش لازم ان انا اروح الدكتور يخلعلي واعمل كراونز وكام ده مجرد انه عمل تقويم هيكمل طول حياته بالناحة اللي احنا شايفينا في الناحة الشمال دي طب التقويم هل هل دكتور التقويم زمان قصة هل في التطور بقى اسهل هل المدة اقل هل ممكن ما خلعش دروس خالص ولا لازم اخلع برده دي من ضمن المفهم اللي احنا عايزين نوضحها للناس اولا الموضوع بقى اسرع من قبل كده انواع البرانت او بتاعت التقويم بقت افضل برضو بقى فيه ترانسبيرت الما بيبانش بقى فيه الخلفي اللي هو بتعمل من جوه اتغير بقى فيه اوبديتينج السرعة اه بدأت اقل من قبل كده بس انا بنصح برضو الناس ان احنا لما نيجي نفكر ان احنا ازاي هنعمل تقويم ما نتخدش من حتة الفترة انا عايز العميل يفكر انا بعد سنة هبقى عايش ازاي مش دلوقتي او لو ما عملتش هبقى عايش ازاي بالزبط دي مهم انا دايما لما يجي الكلينت عندي بشرح انت لو ما عملتش هيظهر لك كذا وكذا وكذا بالعكس انت شكلك هيكبر في السن عشر اضعاف ما واحد ماشي سنه الطبيعي صح فالتقويم ده شيء اساسي هو اللي هيعالج تشوهات الفك هيعالج لك سنينك تترتب ويبشك لها حيل من غير ما نلمسها طب امتى يا دكتور نبدأ مع الاطفال طبعا كشف على الاطفال يعني اكيد من سن زغير جدا طبعا اه دي معلومة مهمة جدا لانه ممكن متعيالي نتجنب حاجات كتيرة قوي من هما زغيرين بالزبط انا يعني دايما اقول الاولياء الامور ابتدي من سن ست او من سبع سنين ابتدي اكشف مش شرط انه يعمل حاجة بس في حاجات تشوهات ممكن تظهر قدام في الفك تقدر تكشفها من سن ست سبع تمان سنين مع اول ظهور سنين دي لبنية ده هيوفر عليك تايم هيوفر عليك ان انت تتفادل بعد كده دايما بننصح الاولياء الامور في الموضوع ده لانه فعلا مهم احنا بتجينا حالات بعد 12 سنة 13 سنة مش عارفين نعمل حاجة طب دكتور انت الطفل الزغير سن الصح ان احنا نركب ريسز والحاجات دي اه لا هو كل فترة عمرية لها تقويم يعني مثلا يعني لو قلنا بداية من الاطفال يعني هل مثلا واحد ستة سنين يقدر ما يفعش لا بس ممكن من سبع سنين نبتدي تقويم تقويم ولا حاجات تريتينر لا ممكن يبقى تقويم للعب انا شايف والله اتجاه النمو والفك بتاعه مش حل اه اوكي ايه مشكلة مثلا بتجينا كتير للأسف شديد الناس ما بتاخدش بقى ان الطفل طول الوقت حاطت الصوابع في بقه اه ده حقيقة دي كارثة عدى 3-4 سنين كارثة بيعمل ايه بيغير الفك تلاقي الفك كله اخد شكل الصبع اوه ده الفك مش السنين بس بالزبط السنين والفك طب والحالات دي بتعمله ايه طب هتقوله طبعا اه لا ده لازم يتعالج يعني ايه حالة بالنهار ده لا لازم تقعد مع الدكتور لازم تلقعد فيه لازم تقعد مع دكتور التقويم بيخش فيها دكتور نفسي برضو بيعالج بيشوف الطفل اللي بيحط كده ممكن بيحطها خوف خايف من بابا ومامته حاسس ان هو بيهدى بينام لما بيعمل كده كل ده لازم دكتور التقويم يشوفها اوكي ان دي بقى بتعمل مشاكل كبيرة جدا يعني شوهات في الوش وفي الفك كبيرة اشتركوا في القناة